هذا الفيديو للناس اللي ميخدين في أمريكا مجلب ومفكرين إنه كل أهلها ملائكة سؤال اليوم ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سحب رخصة مزاولة المهنة من الممرضين والممرضات في أمريكا؟ نعم في ناس كثير انسحبت منهم الرخصة وفي ناس بتنسحب لسنة أو سنتين أو ثلاث وفي ناس بتنسحب للأبد تعالوا نتعرف على الأسباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي متكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فلو عجبك العنوان خليك معناه للآخر ولا تنسك الثلاثية الأسطورية الهاند واشنج البس لغلافز وهاتي الماسك وتفضل معي في حين إن معظم الممرضين بدخلوا المهنة بنية حسنة وبدخلوا المهنة بناء على رغبة فيها ورغبة في مساعدة المرضى فإن مجالس التمريض في أكثر من ولاية تسحب ترخيص العشرات من الممرضين كل سنة بعض الأسباب مثل أولا الفشل في دفع إعالة الطفل لو كان الممرض مطلق وأطفاله مع أمهم وفي شهر من الأشهر تخلف عن دفع الإعالة أو النفقة تبعات الأطفال بكل بساطة المحكمة بتعرف وين بشتغل بتبلغ المستشفى المستشفى ببلغ نقابة التمريض في الولاية نقابة التمريض بتسحب الرخصة منه غالبا بعلقوا الرخصة مؤقتا وربما يظل الترخيص معلقا إلى أن يدفع النفقة المترتبة عليه أحيانا بصدر حكم أنه ادفع المترتبة عليك في خلال مدة زمنية مثلا شهر ثلاثة شهر أو مهما كان وإذا انتهت المدة وما دفعت تسحب رخصة مزاولة المهنة بالشكل النهائي وعمرك ما راح تشتغل ممرض رقم اثنين إساءة معاملة المرضى أو أهله يعني لو المريض طفل مثلا أهله برضو داخلين في الموضوع فهذا الأمر يعتبر خطير جدا وغالبا غالبا يؤدي إلى سحب رخصة مزاولة المهنة للأبد أغلب الحالات اللي زيك بتكون لمرضى مسنين بسبب أنهم أمراضهم كثيرة أو جاهم كثيرة متطلباتهم كثيرة بنفس الوقت نظرهم ضعيف سماعهم ضعيف الحركة عنده صعبة فصعب أنه يجوم لك أو ينتقم منك أو حتى يقول لك إيش اللي مذائقه فبعض الممرضين في أمريكا بسيء المعاملة بعضهم بعمل إيذاء جسدي أو بضرب المريض وحتى في بعض الأحيان بصير اعتداء جنسي من ممرض على مريض بعض الناس عنده مرض نفسي أنه بكون يشتهي كبار السن فبتلاقي بعتدي جنسيا على المريض وهو أصلا في عهدته فهاي المخالفة بالذات إساءة معاملة المريض بشكل عام غالبا غالبا فيها صحب رخصة للأبد رقم ثلاث السلوك الجنسي غير اللائق بين الممرض والمريض بين الممرض وأهل المريض أو حتى بين الممرض وزميلات الممرضات أو الطبيبات لا تفكر أنه بس القانون بحافظ على المريض وأهله برضو حتى زميلاتك طول من تمداوم معهم بدك تكون professional وبدك تكون شغلك احترافي ومحترم ولائق بدك تعمل علاقة مع أي وحده برى المستشفى في معظم الولايات تعتبر العلاقة بين الممرض والمريض انتهاك للقانون في بعض الحالات يتم سحب الرخصة من الممرض سواء مؤقتا أو للأبد لو حصلت العلاقة خارج إطار العمل أو خارج مكان العمل تفرض عقوبات تأذيبية ربما لا تصل إلى سحب الرخصة لكن في عقوبات تأذيبية من نوع ثاني وفقا لأحد الأبحاث حول تأثير الإعاقة في مكان العمل وجدت أنه 10 إلى 15% من الممرضين الأمريكان يعانون من الإدمان على المخدرات أو قاعدين بيتعافوا من الإدمان على المخدرات فالسبب الرابع عشان يوقفوا الممرض الأمريكي عن العمل أنه بعضهم مع الزمن بصير مدمن على المخدرات اللي بعطيها للمرضى مثل المورفين وخلافه وهذا الكلام بحد من القدرة على أداءهم لمهامهم الوظيفية وبالتالي يتسبب بأنه يسحبوا منك رخصة مزاوط المهنة بعضهم وصلت في الحالة أنه ببيع هاي الأدوية لناس تاني هم مدمنين عليها هو مش مدمن لكنه ببيعها فهون تتحول إلى تهمة تدارها بالمخدرات وهذه عقوبتها أكبر بكثير السبب الخامس أنه بعض بعض الممرضات بيزوروا المستندات أحيانا وفقا للمجلس الوطني للتمريد ثلاثة بالمية من حالات سحب الرخصة من الممرضات سببها التزوير بعض الممرضات بتكون تعرف مريض معين وعارف أنه فيه مشكلة أو قضية أو كذا راح تقع على هذا المريض فبتحذف ملفه بالكامل من السيستم عشان لما يجو يحققه يطلع الحق معه أو يطلع الحق عليه إذا هي بتكرهه يعني رقم ستة واللي هي إحنا كعرب يعني بعيد عننا هذا الحكي بنسمعش فيه سمع اللي هو انتهاك سرية المريض من الأسباب ضروري جدا أي إنسان حابب يجي ويشتغل في أمريكا يعرف أنه من الأسباب المهمة والرئيسية لسحب متاولة المهن منك أنك تفشي أسرار المريض حتى تنقل اسمه لأي إنسان تقول لأي واحد وين هو؟ في أي غرفة؟ في أي جناح؟ في أي طابق؟ مثلا لو أبو أو أخو سألك شو معه؟ تقول له ابنك معه سرطان؟ أو جوزك معه سرطان؟ أو معه إيدز؟ أو معه كذا؟ ممكن توجع المريض بمشكلة ما يعرفش يطلع منها وهذا يعتبر انتهاك للسرية حتى لو بده أبوه أو مرته ما تعرفش شو فيه معه حقه قانونا أنه تظل السرية محفوظة فإذا انت انتهاك سرية المريض بأي طريقة سواء صورته صورة فيديو نزلته على الفيسبوك على تيك توك حكيت أي معلومة عنه لأي إنسان بالدنيا ما عدا الطبيب المختص فإنت معرض لسحب رخصتك ربما بشكل نهائي فيه قانون مهم جدا جدا للحفاظ على سرية المريض بيختصره هبا كل ممرضين أمريكا بيعرفوه لازم قبل ما تشتغل أول يوم إليك المستشفى تكون قريته حفظته زي اسمك وعارف أنت بتشتري الصح وأنت تعتبر مخالف لهذا القانون في بعض الأحيان فوق سحب الرخصة برضو فيه تهم جنائية وفرض غرامات يعني أنت فوق ما بهدلتك النقابة بتروح على المحكمة تحبسك لسه فالموضوع مش بسيط زي ما أنت متخيل الله يوفق الجميع اللي بده يطلع على أمريكا نصيحة لازم تعرف كل إشي عن قوانين البلد خصوصا خصوصا قوانين مهنتك أنت خصوصا أخلاقيات المهنة لأن كل قانون أخلاقيات المهنة مفاعل عندهم وإحنا مش سمعين فيه سماع هذا إشي أنت مش متعود عليه تعلم كل شي بعدين هاجر نصيحة للكل لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان نوصل لك جديدنا أول بول والسلام عليكم جميعا